فقال المأمون الحمد لله الذي كفى ناشر حميد بن مهران ثم قال للإمام الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله هذا الأمر لجدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لكم ولم يزل المأمون ضئيلا إلى أن قضى في الإمام علي بن موسى الرضا ما قضى فيا ويل أولئك الأرجاس من بني العباس كيف حملهم حب الدنيا الدنيا على قطع رحمهم مع اعترافهم بأنهم سادات الناس وكيف لا يستخفون من الله ويستخفون من الناس وعن سليمان الجعفري قال كنت مع الإمام الرضا عليه السلام في حائط له وأنا أحدثه إذ جاء عصفور فوقع بين يديه وهو يكثر الصياح ويضطرب فقال الإمام عليه السلام أتدري ما يقول فقلت الله ورسوله وابن رسوله أعلم فقال الإمام الرضا عليه السلام يقول لي إن حيا تريد أن تأكل أفراخي في البيت فقم وخد تلك النسعى وقتلها فأخذت النسعى ودخلت البيت وإذا أنا بحية تجولوا بالبيت فقتلتها وعن عمار بن زيد قال خرجته مع سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى بيت الله الحرام وكان معي مولا لي فاعتل بعلة في الطريق واشتهى عنبا فقلت له ويحك فقلت له ويحك ليس في هذا المكان عناب فبينما أنا معه في الكلام وكنت بعيدا من الإمام إذ جاءني خادمة وقال لي يقول لك سيدي علي بن موسى الرضا إن مولاك اشتهى عنبا فانظر قدامك ترى العجب العجاب قال فنظرت فإذا أنا بحديقة عظيمة وفيها عنب ورمان فدخلت وأخذت من ذلك العنب والرمان وأتيت به إلى غلامي وأكنا معاه فلما رجعنا إلى بغداد دخلت على الليث بن سعيد وإبراهيم بن سعيد الجوهري وقصصت عليهم القصة فتعجبا من ذلك وقاما ودخلا على الإمام علي بن موسى الرضا وأخبره بما أخبرهما به عمار بن زيد عام فقال الإمام الرضا وليس ذلك عليكما ببعيد انظرها هنا فنظرنا وإذا بحديقة فيها من الفواكه ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعيون فسر بذلك سرورا عظيما وقالا نشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه حقا وحجة الله في أرضه وسماءه وأنت باب الدين وعماده وحجة الله على عباده بعد آبائك الطاهرين وعن علي بن محمد القاشاني قال أخبرني بعض أصحابنا أنه قال حملت إلى علي بن موسى الرضا مالا خطيرا فلم أره سر به فاغتممت لذلك وقلت في نفسي قد حملت هذا المال وما سر به فقال يا غلام علي بالتشت والماء ثم قعد عليه السلام على كرسيه وقال للغلام صب علي الماء فصبه فجعل يسين من بين أصابعه فالتشت ذهبا أحمراء ثم التفتا إلى الماء ترجمة نانسي قنقر